مرحبا برج الجدي اهلا فيك في قراءتك العامة الشمس اتضحت عندك الامور بينك وبين نفسك صرت عارف خلا شوف مهي الطاقة الي طالع منها هذا الكرت سقط كرت الفول المشاغب المخاطر المستعد يقفز من اعلى التلة هذه الكرت رقم صفر البدايات الجديدة ولكن اشوف هني طريقة التصرف بلا هدف او التصرف اللي عفوي بزيادة تتصرف بدون ما تحسب حساب خصوصا لما يكونوا الاشخاص اللي انت قاعدت تتعامل معاهم جدا حساسين وجدا صارمين يحسبون لكل خطوة حساب انت تتصرف شوية بعشوائية ولكن الحمدلله ان انت خارج من هذه الطاقة ما هي طاقة المستقبل طاقة المستقبل ثلاثة السيوف طاقة اللي راح تحتاج اربعة الاخصان اهني انكشفتلك امور نعم يا برج الجديد ولكن محتاج مش دائما نقول النية مش دائما تكون مقام العمل عند الله هي في مقام العمل ولكن عند البشر حسابك معاهم يختلف كأنما هني انت نويت انت تسوي شي نيتك كانت خير ونيتك طيبة في مجال العمل في مشروعك ولكن اشوف كأنما هني الاخرين سيفسرونها تفسير خاطئ فكون حذر لازم انت تكون واثق وانتضع خطواتك وكل خطوة شون السبب وراها وراح تأثر على من عشان ايضا محد يقدر يتصيد عليك اي اخطاء النتيجة ملك الاكواب شخص عارف نفسه واثق طبعا الملك هي طاقة نضوج لما تصل الى مستوى الملك معناته انك متأكد وواثق وايضا تكشف النواية بهاي الطاقة رح تستطيع انك خلال هذا الشهر تكشف نواية الاشخاص اللي حولك خصوصا في مجال العمل ومجال التجارة رح اوضح الحين الكرتات عشان تكمل عندنا القراءة الشمس الخماس الصغير اما انه ستأتيك اخبار انزين اشوف هني اوضاعك المالية في تحسن مستمر وان كان بطيء مش سريع ولكن وجد اربع الاخصان هني يقول لك ان هذا التحسن او النمو يعتمد عليه افضل من ان تقوم بخطوات كبيرة ماديا او حتى في الحياة العملية وبعدين انت ما تقدر نفسك تتأقلم لا تنسى عندنا ملك الاكواب طاقة التأقلم فهذه هي الرسالة لك نعم خطواتك الصغيرة ولكن الثابتة هي الطريق الصحيح لك خلال هذا الشهر حتى ان كان في الدراسة اذا ما شفت مثلا معدلك ونتائجك قاعدة ترتفع بشكل سريع هذا ليس مؤشر سلبي بالعكس مؤشر جدا ايجابي ويعتمد عليه ما هو الا البداية عزيزي لتحقيق الاساس او النتيجة اللي تطمح فيها من اجل نفسك خلا نوضح كرت المشاغب او الاحمق لما اقول احمق معناته هذا الشخص مستعد ان يقفز من اعلى التلة معناته اشوف انه طاقته شوي سلبية لما اقول انه مشاغب او مخاطر معناته اشوف الجانب الايجابي من الكرت هذا temperance بالضبط لازم توازن ما بين القلب والعقل لازم توازن قراراتك تصرفاتك اهني يقول لك فكر قبل ما تتكلم فكر قبل ما تتصرف وان كانت نياتك طيبة مثل ما قلت لك يا برج الجدي في اخرين كأنما يتصيدون عليك الزلة او سيسيئون تفسير تصرفاتك في الفترة القادمة احتمال احني اشوف ايضا عندك حسد يحسدونك برج الجدي هو من الابراج اللي دائما يكون متوجه نحو تحقيق الاستقرار المادي لنفسه وللاشخاص اللي يحبهم في هذا الكرت قاعدة اشوف الاشخاص اللي يحبهم انت تصرف بدافع من اجل ان تحقيق لهم هاي الرخاء المادي انزين فهني يقول لك او حتى تبهر مثلا لو كان دراسة معناته تريد ان تبهر او ترضي عنك الاهل والعائلة اهني وازن قراراتك خلنشوف من هؤلاء الاشخاص اللي يتصيدون عليك او يحاولون هم في حقيقة نفسهم يحسدونك او كي ممكن اشخاص يكونون عندنا هني برج القوس الابراج النارية واضحة طاقتهم كرتين يخصون برج الاسد عندنا هني برج القوس ممكن ايضا يكون حمل ممكن ايضا انك تتعامل مع برج هوائي هني او كي خلا نوضح اربعة الاخصام شفت هذا الشخص اشلان قاعد يروض الاسد اشوفهم هني اشخاص يريدون ان يفرضون سيطرتهم عليك يملكون عليك شيء تكون ان دائما محتاج لهم بسبب ان مسكوا عليك شيء في محيط العمل يتصرفون ان اوهم قاعدين يساعدونك ولكن يدخلونك في متاهة يدخلونك في مشكلة عشان اوهم يطلعونك منها لو كان مثلا في محيط الدراسة هؤلاء الاشخاص يعطونك الاجوبة او يهمونك باجوبة خاطئة عشان بعدين ترد تحتاج لهم يدخلونك في نوع من الدوامة يريدونك دائما ان تكون محتاج لهم احنا نعرف برج الجدي من الابراج الاكثر الاستقلالية اللي بالعكس الناس يعتمدون عليهم هم لا يعتمدون على الاخرين انزين نوضح اربع الاخصان عشرة السيوف كأنما هذا الكرت قاعد يقول لي ان انت منتبه في محيطك العملي حتى اذا كان عندك مثلا بيزنس انت مريت بالكثير من الصدمات الخبرات التجارب انت هالوقت اللي برج الجدي فيه كان غير ناضج وغير واعي انت جدا واعي وان كنت تتصرف بشكل عفوي لكن انت جدا واعي عندك الخبرة اللي تحتاجها ملكة الحكمة التجارب المؤلمة هنيئة هي اللي خليتك تصل او ستصل الى مستوى ملك الاكواب طاقة الملك ليست ليست بالشيء الهيئ ليست بالشيء الهيئ ليش خصوصا هني لما يكون الملك ذكي عاطفيا الماء ايضا يرمز الى الذكاء العاطفي لما يكون فيه اشخاص اعرف ان يضمرون لي شرا ولكن استطيع ان اتعامل معهم لان هذا هو الشيء ذكي استطيع اتعامل معهم على اساس اني ما اعرف نيتهم اتجاهل نعم يا برج الجديد التجاهل هو الحل الافضل لك من اجل ان تأمن شرهم وفي نفس الوقت تتحقق لنفسك هذا النمو اشوفه هني جدا جميل نمو مادي ولكن جدا ثابت بشكل يومي بشكل شهري بشكل سنوان هاي النوع من التطورات المادية اللي رح تأتيك في الطريق ما تتوقف وما تنقبع تكون صغيرة ولكن ثابتة نوضح اخر كارت ملك الاكواب عشرة الاخصان كلها نهايات كلها نهايات عشرة الاخصان معناتها راح هني شوف مو قلت لك اني راح تكشف نواياهم لفترة ما انت كنت كأنما تلوم نفسك في وضع عندك في العمل في وضع عندك مادي قاعد تلوم نفسك لان التطورات فيه ليست كما يجب هذا في الماضي ولكن انت حين ستمر بمرحلة تكتشف فيها الحقيقة تكتشف هني الحقيقة ايضا الشمس تكتشف الاشخاص على حقيقتهم تعرف فهني راح تطلع من طاقة اللي تلوم نفسك برج الجدي كثير التفكير لما في شخص يزعل منه او اوه يزعل من شخص ظل يعيد ويزيد ويفكر 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 ما يتوقف عن التفكير وهو يسموني دائما البرج الترابي اللي يتصرف كبرج هوائي طاقة العقل وهذا طبيعتك دائما انت اللي تحمل المسئوليات ويعتمد عليك ولكن في الفترة القادمة ستتحرر او على الاقل ستتوقف عن ان تلوم نفسك لانها ما ادري هني احسك ستدرك ان انت ما تقدر تتحكم بنوايا الاشخاص ما تقدر تتحكم فيه هني طاقة برج الاسد هي طاقة التحكم الشخص يروض الاسد من اجل ان يتحكم فيه ما تقدر تتحكم بشخص ممكن برج هوائي ادركت انه ما تقدر تتحكم فيهم فراح تتقبلهم على طبيعتهم سواء الظاهر منهم وايضا الباطن من نياتهم طاقة جدا جميلة طاقة تقبل الواقع واضل اركز في نفسي اضل وان كنت عند الكثير من المسؤوليات المادية انا عارف ان الاموال القادمة في طريقي رح تساعدني رح تأتيك مساعدة ما رح تضل تحمل هذا الحمل لفترة طويلة لوحدك رح تكون الاموال كأنما تخفف عنك هذا الحمل شيئا فشيئا العشرة هي دائما النهايات وصلنا الى رقم النظوج ومستعدين الى البدايات الجميلة الجديدة رح ننتقل الى القراءة العاطفية طبعا هذه القراءة العاطفية رح تكون عامة مش مخصصة مثلا لمرتبطين او منفصلين واتمنى اني اسوي لكم ان شاء الله قراءة عاطفية مفصلة في شهر يونيو غير عن هذه رح ننظر هنا بشكل عام الى وضعك العاطفية برج الجديد هل هو كما وضعك العملي فيه نمو فيه تطور فيه تقبل وانكشاف لحقائق او الكارت العالم اما انت او الشريك هذا الشريك ما يرغب بالرحيل عنك ولا انت حتى ولكن فيه رغبة هنا للسفر رغبة قوية طبعا كارت العالم يتكلم دائما عن ان احنا نختم مرحلة معينة بنجاح وفيه اربعة الابراج الرئيسية برج الثور برج الاسد برج العقرب رمزهني النسر ولكن هذا هو برج العقرب وهذا برج الدلو احتمال انك تتعامل مع شخص من احد الابراج الرئيسية اللي بعدها عشرة السيوف شريكك مش انه استسلم او انه متمسك يحتاج الى مثل العطلة عطلة يفكر فيها عطلة مخطط انه يبتعد من اجل ان شوي يرتاح او يكتشف انزل كأنما لان اشوف اهني هذا الشخص حاول ان يتفهم معاك يتواصل معاك ولكن ما وصلت الى نقطة التقاء في وجهات النظر ثلاثة السيوف مرة اخرى في مصاعب في طرف ثالث من جانبك او من جانبه هو اللي مسبب هذا ال الالم او هذا النوع من النهاية فما بقولك هني النهاية لان قلت لك هذا نختم مرحلة معينة نختم مرحلة الالم وعدم التفاهم مش معناه ان ما في طريق لك في المستقبل مع هذا الشخص ملك الارض وهذه هي طاقتك اشوفك هني كأنما عندك شوي نوع من اهو لافقة ولا انه حتى تمني عندك احساس داخلي قوي اذا كان موجود هو صحيح اذا ما كان موجود فانتبه لهذا الاحساس عندك احساس ان هذا الشخص مهما ابتعد مهما انفصلته مهما انه الموضوع بسبب مش قادر يتحمل مصاعب العلاقة ولكن سيرجع لك في شخص دائما مهما ابتعد في رحلته وانتقل الى بلدان عديدة انت على باله مجرد يريد شوي ان ياخذ متنفس خلا نقول ورح يرجع لك وانت وافقة اهني اشوفك تضحك تعرف انه بينك وبينه فيه فيه تواصل غريب عجيب انت فاهمه وهو فاهمك حتى لو ما كان فيه بينكم تواصل حالي اربع الاخصان هل قاعد تخطط للارطباط او تحاول ان تراضي اذا انت كنت الرجل فالطاقة لك ان تحاول تراضي الشريك عن طريق ان تفتح موضوع الالتزام الارطباط اذا كنت انت الجدي المرأة فاشوفه هني طاقتك الطاقة تقول لك ان هذا الشخص مهما بتعد عندك طير عندك شخص يحب الحرية عندك شخص يحب انه انه معي يتجدد ما يظل مستقر انت هني عندك طاقة الاستقرار ابقى فيه مكاني انتظر الشخص هو يرجع لي هذا الشخص اشوفه مسافر او يريد مخطط انه يسافر اوكي ومشغول فيه نفسه حاليا ولكن اعرف انه الاساس اللي تملكه انت جدا مغري بالنسبة له انت تجذبه تجذبه وشلون تجذبه هذا الشخص عن طريق استقرارك طاقة الدفء طاقة الحنان طاقة اللي انا رح اظل موجود من اجلك وما رح اصدك يوم من الايام لان دائما ملك الارض هو الشخص المعطاء اللي ما يرفض لنا طلب اللي يعطينا الغالي والرخيص عرفت؟ فعطائك اللي محدود هو اللي رح يكون يخليك مختلف في نظر الشريك انزين؟ من اجل انه في النهاية دائما رح يرجع لك كأنما هني اشوف الطاقة انت اللي تتحمل العب عندما يفشل الاخرون في حملة فهني لما هذا الشخص الغريب العجيب ما حد قدر يتحمله رح يكتشف هذا الشيء طريقته الخاصة ما حد يقدر يتحمله غيرك انت رح في النهاية يتذكرك تجي على باله ويرجع لك رح حين نوضح الكرتات هذا الكرت الامبراطوره ممكن انك تتعامل مع ميزان ايضا هذا الشخص دائما يبحث عن فرص افضل اللي تتعامل معه شريكك دائما مش فقط يبحث عن فرص افضل دائما يعتقد ان عندما يرحل رح يلاقي شخص افضل علاقة افضل زواج افضل عطاء افضل على الجانب الاخر و لكن رح يتعلم او يعرف الحقيقة بالطريقة المؤلمة هذا الكرت ايضا انقلب فارس فارس الارض كأنما اوكي ايضا هاي الطاقة اشوفها تختلف باختلاف الجنس اذا انت الجدي المرأة فالشريك رح يكون مستحي من تصرفات الماضية معاك السابقة و رح شوي شوي يحاول ان يتقرب منك بحذر من دون ان تحس حتى بخطوات تجاهك اذا انت كنت الجدي الرجل فكأنما انت هنا احس ان شريكك هو اللي وضع رجلة على الارض و قال لك اذا الامور ما رح تمشي حسب تقديري حسب مزاجي حسب اللي مفروض ما درش لون هذا الشخص يريد ان تمشي الامور بطريقة الخاصة اذا الامور ما رح تمشي بطريقة الخاصة لان انت يا برج الجدي نعم تملك الكثير و عندك استقرار ولكن ما تعطيني كفاية وقت جهد ما تعطيني كفاية اما تصير الامور حسب مزاجي اما اني هذا الشخص يقول لك رح ابتعد خلنا نشوف ثلاثة سيور عشرة الاكواب اشوف ان اللي بينكم زعل زعل و مختلفين على حقيقة المشاعر اللي بينكم الاكواب هي طاقة المشاعر اهني لما اشوف الاكواب مصفوفين كلهم فوق معناته مسمى العلاقة عندكم اختلاف على اجراءات العلاقة حتى يعني لو كنتوا حتى متزوجين تختلفون على اشياء تفاصيل خصوصا شريكك يدقق فيها وهذا تكون سبب الزعل والانفصال والمشاكل مثلا اذا انتوا في علاقة هذا الشخص يأخذ كلامك بحذافيره لو قلت له مثلا احنا اصدقاء يزعل ممكن ايضا العكس هذا الشخص وهو اللي يقول لك احنا اصدقاء انا لا اريد الارتباط انا اريد ان ارحل اصافر اعكس الطاقة ولكن هنا اشوف مسمى تختلفون على شلون تسمون الاشياء شنو نوعية العلاقة شنو نوعية عطائك انت له او عطائه حتى هو لك اذا كان هو الرجل خلا نشوف كرت ملك الارض الكوب الاول هذا الشخص يشوف ان انت مثل ما قلت لك عندك القدرة على العطاء ناضج تملك الاموال ملك الارض عندك الاستقرار وتقدر تعطيه ولكن ما يحس ان انت انت هنا قاعد تعطيه حب مشاعر هذا الشخص يقول لك المشاعر ما اقدر امسكها في يدي طاقة الماء ما تنمسك في اليد ابي شي ثابت مستقر ابي كلمة ابي وعد ابي انك فعلا تتقدم لخطبتي ابي تثبتلي ان انت تحبني بطريقة جادة نتزوج نرتبط تبتدي تسوي الامور او ترتب حياتك على حسب احنا شلون نتفق تعاملني كشريكة تعاملني كشريك ما تخبي عني الامور تشركني في حياتك احنا نتكلم عن الشراكة نفسها اشلون قاعدة تصير هذا هو سبب الاختلاف ولكن من اللي ما قلتلك هذا الشخص احس انه مهما بتعدت عن بعض في النهاية بينكم طريق وانتان في المستقبل اخر الكرت هذا الكرت سقط هذا الكرت طبعا بدون اسم هنا تقريبا صورته تشابه صورة طاقة السولميت توأم الروح ولكن العدد عدد الطيور اللي موجود فوق سبعة سبعة هو رقم الانتظار مثل ما قلتلك بينكم طريق في المستقبل بينكم قصتكم هنا لم تنتهي لم تنتهي لم تصلوا الى خاتمة القصة او الحكاية ابدا توكم في بداية الطريق اشوف انه بسرعة يعني ابتدت علاقتكم بسرعة انجذبتوا لبعض ولكن من دخنتوا في العلاقة بسرعة ايضا تكركبت الامور صار في اختلافات كثيرة بينكم على شلون تمشي العلاقة بينكم واحد مثلا يقول للثاني انت ما تتصلي كفاية انت ما تحتمك كفاية انت ما حسك جاد معاي كفاية انت جاد في الحياة جاد في الاموال ولكن مش جاد معاي هنا في النهاية في التقاء في طريق ولكن عندنا سبعة سبعة معنات ان الامور رح تأخذ وقت عشان تمشي حسب مزاجك ومزاج الشريك طراءة جدا جميلة يا برج الجدي خلا نشوف ما هي الاقبار القادمة في طريقك مثل نتائج الفحوصات مقدم على قرض مقدم على مشروع تطلب الحصول على تأشيرة من اجل الهجرة خلا نشوف اول كت ملكة السيوف دلوب ميزان جوزا تسعة السيوف ثمانية الأكواب الخماسيين ملك الأكواب عزيزي برجة جدي في شخص الجهة اللي قاعد تقدم عليها او حتى الشخص اللي قاعد تحاول ان تحصل منه على الموافقة هو شخص ظاهرة جاف ولكن داخلها انسان مخذول انسان مخذول هنا يقول لك انت اللي لازم تاخد طاقة ملك الأكواب انت اللي لازم تستوعب هنا يقول لك لا تحكم على الشخص بمظهرة انت اللي لازم تستوعب مع من ومع شنو قاعد تتعامل يعني مثلا لو قدمت على طلب الاستمارة نفسها طويلة الاشتراطات نفسها معقدة ولكن اذا جيت تنفذها رح تلاقي انها سهلة اذا جيت تقدمها رح تلاقي في تعاون رح تلاقي في تعاون الامور ليست كما تظن الامور اسهل مما تظن من ناحية الامور اللي تحاول ان تقدم عليها نعم في الكثير من الاشتراطات لدرجة انك هني قاعد يتفكر في الاستسلام ما ينفع ما ينفع ما ينفع يساوي كذي ما ينفع يساوي كذي ولكن يقول لك لا عليك فقط ان تبتدي تاخذ الجرب حتى على الاقل جرب جرب من اجل التسلية لا تاخذ الموضوع جد فقط جرب انك تقدم او تقبل على هذا الشي اللي انت تريد ان تحققه اقبل عليه النتيجة رح تكون او الحل لمشكلتك الرد على طلبك رح يكون جدا اسهل مما تتصور هني عندنا الملكة الشكاكة ننزل تعتقد ان هذا الشخص هؤلاء الجهة رح يطلبون منك الكثير نعم ولكن اثناء المعاملات نفسها رح تكتشف ان في طاقة تعاون من جهتهم وان كانوا هني شكلهم جاف في تعاون من جهتهم هني كأنه ما يملكون سمعة سيئة ولكن بالعكس لما تتعامل معاهم رح تلاقي ان في تعاون من جانبهم وفي حتى استثناءات رح يسوونها من اجلك انت معاهم بغض النظر هم شلون يتصرفون معاهم الناس الاخرين ولكن معاك انت بالذات رح يكون تعاملهم جدا مرن ومريح خلا نشوف ما هي الرسالة التحبيرية لك او التنبيهية خلال شهر يونيو شهر ستة هذا الكرت طر The Metal King عشرة تكررت عندك العشرة وهي النهايات تختم مرحلة معينة بنجاح وصلنا إلى نهاية مرحلة سواء كانت صعبة أو جميلة بغض النظر وصلنا إلى ختام Metal King هو ملك المعادن هو تقريبا مثل هو خليط من ملكة السيوف وأيضا ملك السيوف ملك المعادن يتكلم لك عن الدسيبلن الدسيبلن بالعربي هو الانضباط أرمر الدرع اللي يلبسها وباوندريز الحدود أشوف أن هذه رسالة عاطفية لك أكثر من أنها عملية هؤلاء الأشخاص الشريك اللي تتعامل معه شفنا إحنا من شوي أنه عنده كرد الرغبة في السفر الرغبة في أن يغير شوية من جو الاختلاف اللي بينكم عنده رغبة أنه يسافر من أجل عطلة أو يرحل شوية مؤقتا وجود هذا الملك هذا الملك يشابه طاقة ملكة السيوف أكثر ملك المعادن ملك عندما يقرر شيء ما يحب أنه أي أحد يقف في وجهه أو طريقة ولو جرب أحد يقف في وجهه شوف منظره جاف لو جرب أحد يقف في وجهه راح يقطع بالسيف فإنه شوف شنو الطاقة لك النصيحة أنت أخذ طاقة المياه طاقة الإنسيابية الامتصاص تمتص الغضب تمتص الجروح تمتص الألم من هذا الشخص تعتذر أيضا طاقة الاعتذار ولكن هذا الشخص أشوفه اللي في بالك خصوصا إذا كنتم متباعدين أو زعلانين لحد الآن يشتاق لك دائما الشخص الجاف ترى لازم تعرف أنه ما صار جافي لأنه داخله قلب جدا حنون وطيب وانخذل كثيرا ولكن هذا الشخص يفكر فيك كثيرا وإن تطري على باله ولكن لحد الآن مش مستعد للرجوع إلى العلاقة وأن يعطيك فرصة ثانية فكأنما النصيحة لك أن لا تستعجل في رجوعك خلال هذا الشهر لا تنسى لنا طلع لنا هنا من شوي فارس الأرض وهو الفارس البطيء الفارس الحذر اللي يرجع بحذر بهدوء حتى الشريك ما يحس أنه رجع لحياته هذه هي النصيحة التحذيرية لك ورح أسحب لك طاقة الحيوان اللي رح تحتاجها خلال شهر يونيو بوترفلاي الكثير من الطاقة الهوائية بوترفلاي عنصرها الفراشة عنصرها هوائي مثل ما قلت لك النصيحة اللي تحتاجها الطاقة هي طاقة الانتقال الفراشة تمر بمراحل كثيرة مراحل كثيرة ولكن كل مرحلة ما تطول معاها وايد كأنما هنا يقول لك أنت لازم شوية في الوقت الحالي نعم ما تقترب من الشريك ما تقترب من الأشخاص اللي مستعدين على طول أن يسحبون السيف عليك تكون حذر حذر ولكن في نفس الوقت لازم تلهي نفسك لأن إذا ما الهيت نفسك أمور ثانية رح تظل تفكر في هذا الشخص أشوفه جدا ممكن يكون برج هوائي هنا عندنا الطاقة المائية عقرب حوت سرطان وعندنا أيضا طاقة الأبراج الهوائية ميزان جوزاء ودلو لازم أنت أيضا تشتت نفسك ليش؟ لأنه إذا طاقة حتى في التخاطر دائما تفكر فيه ما قاعد تعطيه الحيز الكافي أن يتشافه ويتعافه ويكون مستعد عشان يرجع مستعد ينسى الماضي ينسى الألم ينسى عدم التفاهم اللي صار بينكم لازم تعطيه حيزة وإذا كان هذا يخص معاملات رسمية فهذا الشخص قلت لك رح يساعدك خذ منه الأمور اللي تحتاجها في المعاملات الرسمية خليه يتعاون معاك اسمح له ولكن لا تطيل معاه الحديث لا تطيل معاه التعمق في العلاقة لا تتعمق مع الأشخاص اللي بينك وبينهم معاملات رسمية في الفترة القادمة هذه هي الطاقة اللي تحتاجها عزيزي برج الجدي هذه كانت قراءتك الجميلة قراءة شهر يونيو أتمنى لك لك للتوفيق وشكرا ترجمة نانسي قنقر